استدعت البحرين سفيرها في إيران للتشاور وأفادت وكالة أنباء البحرين أن الخطوة جاءت إثر ما وصفته المنامة بالتصريحات العدائية من المسؤولين الإيرانيين تجاه المملكة دون أدنى مراعاة لمبادئ حسن الجوار أو الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والتي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل عن قيامها بإحباط عملية تهريب متفجرات عبر البحر واعتقال منفذيها قبل أكثر من أسبوع للمزيد حول هذه العملية ينضم إلينا من المنامة رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن إذن نعود إلى خبر إعلان وزارة الداخلية البحرينية عن قيامها بإحباط عملية تهريب متفجرات عبر البحر واعتقال منفذيها قبل أكثر من أسبوع وينضم إلينا مجددا رئيس الأم العام البحريني اللواء طارق الحسن اللواء طارق أهلا بك مجددا معنا نود للمزيد من التفاصيل حول أحباط هذه العملية أهلا مساء الخير مثل ما صدر البيان من وزارة الداخلية بأنه في الحقيقة تم رصد قاربين في ليلة 27 رمضان كانوا في خارج المياه الاقليمية للبحرين هذا القاربين انتقوا خارج المياه الاقليمية للبحرين تم رصدهم بعدها بفترة أحدهم نزل باتجاه البحرين وتم تتبعه من خلال منظومة رادارية ومن خلال دوريات خفر السواحل ولما اقترب من سواحل البحرين تم اعتراض القارب والقبض عليه طبعا أثناء تتبع القارب رصد بأنهما ألقوا الشحنة في البحر على ضوءها تمكن غواصين خفر السواحل من انتشال هذه الشحنة وتبينها تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات الـ C4 أو الـ RDX حوالي أكثر من 43 كيلو بالإضافة إلى رشاشات كراش الكوف ثمانية ومخازن وعدد من الطلقات وكبسلات التفجير طب عدد المتورطين في ذلك نود أن نفهم أكثر والجهة هل تبينت الجهة الداعمة لهم من أين أتت هذه القوارب؟ والله هو لحد الآن التحقيقات وعمال البحث التحري كشفت عن طبعا الأثنين اللي تم القبض عليهم بالإضافة إلى عدد آخر المتورطين لحد الآن نحن تمكننا من القبض على ثلاثة تبين أن هذين الأشخاص تورطوا في عمليات تحريب من قبل هذه المرة أيضا كان هناك لهم تدريب في معسكرات في إيران المعسكرات هذه تتبع الحرس الجمهوري القارب اللي كان جاي لهم وجاي بالشحنة لهم حسب اعترافاتهم وهم حسب ما تم رصده كان جاي من جهة إيران طبعا فهذه المعلومات المتوفرة حاليا طبعا ما زالت التحريات مستمرة والتحقيق الآن تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الأعمال التحقيق هذه ليست المرة الأولى التي يتم ضبط خلايا فيها في بداية هذا الشهر تم ضبط خلايا كانت متجهة للسعودية وثبت ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني إلى أي مدى وصلت التدخلات الإيرانية العسكرية لنقل هنا نتحدث عن إرهاب تهريب أسلحة وتخطيط لمتفجرات لو تحدثنا أكثر عن ذلك لو أطارق والله الحقيقة مع الأسف أن التدخلات الإيرانية ليست حديثة صراحة لو الواحد يتتبعها تعود إلى عشرات السنين حتى في الثمانينات وفي التسعينات كانت هناك تدخلات من خلال تدريب ودعم خلايا من خلال تهريب أسلحة ومتفجرات البحرين من خلال توفير الدعم المادي والدعم اللوجستي والدعم الإعلامي مثل ما تفضلتي شهر اللي طاف في شهر ستة تم الكشف في البحرين عن مستودع كانت تخفى فيه كميات كبيرة ومتفجرات هذا المستودع كان فيه قرية سمهدار كليب في البحرين أيضا الأشخاص اللي تورطوا فيه كان يعني بيّن من خلال التحقيق بأن لهم ارتباط بأشخاص موجودين في إيران هم يدرون عملياتهم هم اللي يوفرون لهم كل المتطلبات هذه هذه طبعا كلها جات كنتيجة أو هذا الكشف عن هذا المستودع جه كنتيجة لعملية محاولة تهريب من البحرين إلى الملكة العبي السعودية اللي تم ضبطهم على جسر الملك فهد وعلى ضوءها أدث تحريات أيضا في هذه القضية إلى ضبط هذا المستودع لكن مثل ما تفضلتي هذه ليست أول مرة وليست ثاني مرة هذه التدخلات ويعني كثير منها شفنا في السابق مثلا محاولات اللي هي إنشاء ما يسمى بجيش الإمام شفنا التفجيرات اللي صارت في البحرين وثبت من خلال التحقيق يعني ثبت بالأدلة المادية والأدلة الإلكترونية ارتباط هذه الأعمال بإيران طيب سيدة فيو أيضا أو بأشخاص في إيران سواء كان في الحرس الثوري أو تمام يعني خلال الأحباط العملية الأخيرة تفضل نعم لا يعني أنا قصدي حتى يعني ليس فقط عسكريين وليس فقط من خلال تدريب الإرهابيين وتزويدهم بالمواد والتفجرة والأسلحة إنما حتى أعلاميا يعني فقط لو أخذتي فيه أكثر من خمسين قناة أعلامية تبث سواء كانت تتبع إيران مباشرة أو حتى بدعم من إيران لكن خمس فقط منهم لو خذنا فترة يعني من شهر من تقريبا عشر مارس إلى نص مايو الماضي شهرين ونص في خلال هذه الفترة كان هناك حوالي سبعة وثمانين أو أكثر من سبعة وثمانين ساعة بث كلها عن البحرين فقط من خلال هذه الخمس القنوات فقط هناك أكثر من ثلاثمائة وخمسة وستين خبر عن البحرين تم تداولة في وسائل الإعلام هذه المجعومة من إيران أو لتتبع إيران والمشكلة أن أغلبها كلها دعايات ويعني لا تمت للواقع بصلاة طيب من خلال العملية التي تم إحباطها والإعلان عنها اليوم والعملية الماضية التي كانت ستهرب أسلحة إلى السعودية ما الأهداف منها هل تستهدف ربما إرهاب داخل البحرين أم تستغل البحرين للانتقال إلى دول خليجية أخرى بحسب التحقيقات والله يعني حسب ما نحن شفنا في السابق كان الهدف هو زعزعة الأمر واستقرار في البحرين وإحداث قد تكون إحداث فتنة قد تكون طائفية في البحرين لأنها كانت حتى الأهداف التي كانت موضوعة لهذه الجماعات يعني شملت اختيارات سياسية اختيارات شخصيات مهاجمة أهداف في البحرين عسكرية وأهداف في البنية التحتية مهاجمة مصالح أجنبية في البحرين لكن العمليات الأخيرة والعميلة الأخيرة التي كانت على جسر الملك فهد بيّنت بأن هناك الآن أيضا توجه آخر لأن يتم اتخاذ البحرين كأرضية تنطلق منها الأعمال الإرهابية إلى دول مجلس التعاون الأخرى والعملية الأخيرة لم يتبين الهدف النهائي منها عندما أحبطت تقصدين أي عملية عفوا عفوا لم يتبين عندما تم احباط عمليات التهريب هل هي كانت مخصصة للقيام بأعمال إرهابية داخل البحرين أم أيضا كما سابقتها كانت ربما تستهدف دول خليجية أخرى لا هذه العملية الأخيرة لحد الآن اللي واضح عندنا أنها كانت تستهدف البحرين تستهدف عمليات إرهابية داخل البحرين وبالتالي هل تم القبض أو ربما تجري تحقيقات القبض على خلايا نائمة حتى في البحرين تنسق مع هذه الجهات والله يعني إيران لم تخفي هذا الكلام بل يمكن في أكثر من مناسبة كان في إعلان على الأقل من شخصيات في إيران بأن هناك خلايا نائمة في دول مجلس تعاون تنتظر الأمر من إيران ونحن في تتبع دائم نحن في تحقيق مستمر وفي رصد مستمر لأي خلايا لأي تحرك نحاول نحن نستبق هذا التحرك وناخذ إجراءاتنا الأمنية فيه فالآن مثل ما قلت لك حين في بداية العملية ما زال هناك التحقيق راح تستكمله النيابة العامة وننتظر إن شاء الله نتاج التحقيق بالنيابة العامة طب أمنيا ما الذي يمكن فعله للسيطرة على كل هذه التدخلات ربما عن طريق البحر حتى الخلايا النائمة عمليات كثيرة باتت تستهدف بالفعل أمن الخليج نتحدث هنا عن تنسيق خليجي سيادة اللواء إلى أين يمكن أن يصل نعم هناك تنسيق خليجي كبير في هذا المجال ونحن نأمل إن شاء الله أن هذا التنسيق يتطور أكثر وأكثر هناك حاجة لضبط الحدود سواء كانت الحدود البحرية وهي حدود ممتدة صراحة من الشمال إلى جنوب الخليج بالإضافة إلى الحدود البرية اللي أيضا تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى تنسيق جماعي قيادات مجلس التعاون يعني الله الحمد هم مدركين لهذا الموضوع وهم في استمرارية في دعم هذا التوجه نحن نأمل أن يعني يكون هناك دول مجلس التعاون دول تحافظ على حسن الجوار وعمرها ما تعدت على حد ولا أنها حاولت أن تؤثر على أمن الآخرين وهذا ما أحنا نتطلع أن أتمناه من الآخرين أيضا أن يكون هناك احترام لحدود هذه الدول واحترام لأمنها والكف عن العبث في أمن هذه الدول ماذا عن التنسيق مع دول أخرى مثلا كالولايات المتحدة الأمريكية تذكر كان هناك اتفاق كام ديفيد تعهد فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأمن الخليج اليوم تم توقيع اتفاق نووي مع إيران يثير بالفعل قلق الدول الخليجية هل من تنسيق مع الولايات المتحدة أو مشاورات بعد كل هذه التصريحات المقلقة من خامنئي والكشف عن هذه العمليات هل من أي تنسيق؟ هناك بالتأكيد تنسيق أمني بين القوات الأمريكية في الخليج موجودة وهي لها قاعدة لها قيادة قيادة الأسطول الخامس موجودة في مملكة البحرين وصار لها سنوات طويلة ونحن في تنسيق دائم مع كل القوات الصديقة الموجودة في الخليج لكن أيضا هذا الكلام لا يمنع أن نحن نبني قدراتنا الذاتية ونحن الحمد لله السنوات التي طافت بنينا فيها قدراتنا الذاتية سواء كانت الأمنية أو العسكرية اليوم نواجه أخطار كبيرة أطماع في دولنا استهداف لأمننا ونحن إن شاء الله بإذن الله بذلين جهدنا وإن شاء الله في تطوير مستمر لمنظومتنا الدفاعية والأمنية إن شاء الله أشكرك جزيلاً اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام البحريني من المنامة شكراً جزيلاً على المشاركة معنا اليوم ترجمة نانسي قنقر